الرسم بالأبيض والأسود مختصر على الفحم والرصاص ولكن هالمرة سنرسم بالألوان الزيتية سنستخدم بس اللونين الأبيض والأسود سندمج منهم ثلاث درجات رماديات درجة رمادي فاتح أبيض ونضف لنقطة أسود صغيرة ودرجة وسط منزود الأسود لدرجة الأغمى منزود الأسود نقطين ونبدأ نعمل من الأعلى وننازلين بالبورتري شوي شوي طيب أول الشي ضفت درجات الغامة من جوانب الجبهة وأنا وداخل المنتصف ببديت فتح بشكل تدريجي مسحت الريشة محرمة وبعدين حاولت أدمج بين الطبقات طبعا بحاول أشتغل جزء جزء وأرجع للجزء اللي اشتغلت قبل مشان يكون اللون شوي تشربوا الوراء طيب نزلت هلأ على الخدود رح ساوي تقريبا البشرة كلاياتها وبعدين بنتقل للأجزاء الوجهة اللي هي العيون الأنف والفن غمقت جوانب الأنف وبتيت ضيف درجة الوسط الدرجة اللي هي بالوسط اللي هي أسود أليل وأبيض كتير حاول الإضاءة خليني ألكون وبعدين الدرجة الأفتح بمنتصف الأنف منتصف الجبهة ورح ضيفها هلأ منتصف الخدود كلا شوي بمسح الريشة بالمحرمة مشان نقدر إدموج بين الطبقات أعطيت للخد درجة غامقة لأنه إذا بدنا نرجع الصورة للألوان فبيكون في أعلى الخد إذا حاطها مثلا الشخصية أو البورتري حمرة الخد أو محمرة خدودة فهون ما فينا نعطي اللون الفاتح لبروز الخد نعطي درجة شوي غامقة جوانب الدقن غامقة وأنا وداخلة لمنتصف بفتح بشكل تدريجي ألوان الزيت ما بتنشف بسرعة بتاخد وقت لا تنشف لهيك نحن بهاي الحالة نصبر عليها شوي وأمشي نمسح الريشة بالمحرمة كل شوي مشان نقدر ندمج الطبقات بالريشة طبعا عم باخد زيت مشان تمشي الريشة معي بسهولة زيت تصوير فينا نشتغل بزيت بزر الكتان وفينا نشتغل بتربنتين يعني في خيارات وفي جل خاص للألوان الزيتية رح أطي طبقة الخلفية اللي هي المفروض يكون فيها شعر اللون الأسود بس ننضيف الأسود ببروز الدرجات الفاتحة ونضيف لمعه خفيفة حسب الإضاءة المتجهة على الرسم رح أبدأ أرسم الحواجب وقف بالعين اليمي حاليا عم برسم لا على التعيين طبعا كل ما بدنا نعطي واقعية أكبر لرسمنا كل ما بدنا نضيف تفاصيل أكثر للرسم بشكل عام الظلم للبورتري من الجهة اليمينية الظلم كتير قوي لدرجة أنه تدويرة الوجه مهم بينه فنحنا حنحاول ندخل الدرجات ببعضها الأسود مع درجات الرمادي لو كنا عم نشتغل بالرصاص طبعا نفس التدريج بس بغير غامة رح يختلف طريقة الدمج كمان الأماكن الغائرة بتاخد درجات الغامقة الأماكن البارزة بتاخد أماكن الإضاءة مع الانتباه لشويات تفاصيلة اللي هي بتكون بالخد بالأنف بالفم بين الدرجات عم طيف الإضاءة لبروز الأنف بروز أعلى فتحات الأنف أو جوانب الأنف وأرنبت الأنف رح طفل الإضاءة هلا هلا أنا مترعة هون إيدي شوي فما تفكروا أنه أنا عم برسم بالسريع بالعكس عم برسم ببطيء كتير يعني هذا الفيديو هلا تقريبا ربع ساعة أخذ معي بحدود الرسم ساعتين لأنه الريشة بدأ طولت باله و بدأ صبر و بدأ دقة شوي شوي وأقل حركة يعني الريشة بتغدور بالإيد عم لون البقبق طبعا استخدمت الدرجة الفاتحة طبعا لأنه نحن عم نشتغل بالألوان الزيتية فعادي أنه ما كتير ندقق على فكرة الدرجات لأنه بتندمج الدرجات مع بعضها والطبقات مع بعضها أهم شي نكون نفهمانين فكرة الظل والنور كونا هون العين على طول بتكون شو ما كان لونه من الأعلى في رموش فرموش تحجب الإضاءة فلازم نغمئ شوي بأعلى البقبق و رح نغمئ جوانب البقبق كمان بدرجة أسود ونضيف عليها درجة رمادي فاتح بحيث أنه نحن ندمج بين الطبقات مع بعض نضيف الإضاءة الأهم الشي اللي هي بتعطي السحر للعين إضاءة بالبقبق إضاءة خفيفة بالحاجب إضاءة بمنتصف أعلى جفن العين و رح ساوي كم خصلة شعر كثير كثير الرسمة ممتعة أنا كثير بنصحكم ترسموها تمشوا معي خطوة بخطوة كثير من أجزاء أصغر من أجزاء بالوجه مثل العين اليمين أصغر أد نصف تقريبا العين اليساري تمشوا مع ميلان خفيفة بالنظرة نظرة الوجه كامل يعني مجرد أننا ميلنا العين فلازم نميل بنفس الميلان يعني نفس التوازيل يجب أن نعطي الظل تحت الفم تحت الأنف تحت فتحة الأنف نعطي الظل لجفن العين كمان جفن العين العلوي و جفن العين السفلي نعطي الظل والإضاءة المطلوبة حسيتوا أنه لم تجدوا أنكم فهمانين الفكرة فقط تظهروا على حالكم بالمرأي ستشاهدوا كل هذه التفاصيل اللي أنا عم بذكره نعم بريشة 0 ريشة 3 تقريباً بس أرقام الريش تختلف حسب الماركة وحسب النوعية وحسب ريشة عريضة أو ريشة عادية يعني كمان هلأ إذا كنت احترافي فيك ما تدمج فيك ما تدمجي خلص فوراً بالأبيض والأسود مجرد نحن عم نشتغل بألوان زيت ما بدمج درجات الرمادي فوراً نلوين بالأبيض والأسود وفي الحالة فوراً بصير عندنا تدرج باللا شعور لأنه ألوان زيتية إذا حبّيتوا تشوفوا الطريقة خبروني بالتعليقات وبنزلكم فيديوه بنفس الطريقة من غير ما هندمج وحبّي أشتغل على العين الثاني لازم نعطيها العمق العين فيه إلى خطين بالأسفل خط الجفن السفلي وخط الخارجي للجفن السفلي لازم ننتبه على هدول الخطين كتير منيه أغلب الرسامين اللي بعرفهم أو اللي بشوفهم بينسوا هاي القصة بينسوا أنه فيه خطين للجفن السفلي بيطلعوا الرمش فورا من عند البقبو وهذا الشي كتير غلط فلازم تنتبه كتير على النقطة عم اشتغل بريشة زيرو وضفت درجة للبقبو ودرجة الفاتحة وبعدين غمّقت من أعلى البقبو بالأسود وضفت للقزاحية خطوط الرئية درجة رمادي فاتح لبياض العين غامق من أطراف بياض العين وأنا داخل المنتصف بفتح بشكل تدريجي كتير مهم أنه نحنا نعطي درجة لبياض العين كتير مهم بشان نبرزها عم ضيف الإضاءات هلا إضاءة ببياض العين إضاءة بجفن العين العلوي جفن العين السفلي مدمع العين إضاءة خفيفة كتير ما بدي بياض قوي بياض القوي فعليا نحنا نضفنا بس بالبقبو اللي هو اللمعة العين بطي عمق العين بإضافة شوية أسود للخط الداخلي السفلي للعين كتير مهمة التفاصيل بالرسم نحنا ندقي عليها ندير بالنا على كل تفاصيل من التفاصيل الموجودة بالملامة نعطي لمعات لبعض الأماكن يلي متجهة عليها الإضاءة مثل هاي المضاء اللي عم نضيف فيها الإضاءة وبحاول خلي البياض خفيف كتير إذا نضع في الأبيض معنا بقوة من طب طب عليه بإصبعنا درجة رمادي لحتى أعطي نتوء لتجعيدة اللي هي بتيجي بأسفل العين جفن العين السفلي لازم لكل نتوء بالوجه أعطي ظل وإضاءة يعني عمق وبروز إجباري عمق أو منطقة غائرة يعني درجة غامقة وبروز يعني درجة فاتحة تقريباً اشتغلت كل الوجه بريشة زيرو مع عدل الطبقة الأولى اللي هي تلوين الوجه بدرجة بريشة اللي بجانب الفيديو بجانب أيصر الفيديو إن شاء الله تكونوا عم تستفيدوا من الفيديو اللي عم نزله أي سؤال عندكن يا فيكن تسألوني بالتعليقات وأنا معكن إن شاء الله اللي رسم معي هاي الرسمة يبعتليها على رابط صفحتي رح تضيف رابط الصفحة بالوصف لأنشر لها على صفحتي على الفيسبوك ما تنسوا كمان تعملوا لي شير وسبسكرايب لأنه استاهل ضبط الإضاءات الخفيفة اللي داخل العين وبأسفل العين حاول خليها نقاط كتير رئيئة وخفيفة كتير ممتع الرسم بالأبيض والأسود بالألوان الزيتية وكتير حلو يعني التحكم فيه كتير سليس أصعب مرحلة اللي هي رسم اللرموش بالريشة بحيث إنه نطلعه نرقاء كتير يعني ممكن نحتاج كل شوين خربة نمسح بمحرمة ونرجع نعيد طبقة البشرة ونرجع نيد الرمش هدا الشي كتير عادي وطبيعي كلما كانت الريشة قرق وأطول كلما أفضل أعطي عمق أكتر لبياض العين شوي بدرجة أغمى على طول بكل مرة ببرسم جزء لازم رسام ضل العين على كل الأجزاء يصلح مثلا كلما حسيتوا أنه فيه غلط بس ما عم تعرفوين عن غلط فيه كون تصوروا بكاميرا الجوال وترجعوا تصلحوا لغلط يليبار معكم الكاميرا بتتوضح الأغلاط بشكل كتير كبير أضفت إضاءة لأرنبة الأنف ولجانب الأنف وبطبطب عليها بإيدي بحيث أنه البياض يكون كتير خفيف وبسيط مانو قوي إذا كنا بدنا نتعمق برسم المسام فلازم نفهم كتير منيح اتجاه عضلات الوجه لأنه اتجاه عضلات الوجه هو اللي بيحدد اتجاه المسام يعني مثلا أسفل العين اليسار المفروض المسام تتجاه لليسار تمام العين اليمين أسفلها الجلد أو البشرة بأسفل العين اليمين المسام تتجاه لجهة اليمين طيب ما بتكون مو على طول بتكون نقاط أحيان بتكون شكلها متل شكل الشخطات الصغيرة كتير وحتى المسام فيه إلى شغل خاص فيها يعني بالدعاء لأكثر من مرحلة خلقنا نرسم الشفايف دي ترسم بالدرجة الفاتحة على طريقة الخطوط أو بطريقة الخطوط وبعدين بملي بين الخطوط الفاتحة اللي ضفتها بالدرجة الدرجة الأغمى لما بتشتغلوا هيك بهاي الطريقة بتلاقوا باللا شعور برز عن كون الشكل أو الجزء اللي انتو عم ترسموا بدون ما تنتبهوا هلا بدي نضيف الدرجة الأغمى وابدأ أعطيه ظل لأطراف الفم من الجوانب من الجانب اليمين والجانب اليسار بدي أعطيه الانتواءات الخفيفة اللي بتكون بالشفة والخط النصفي للشفة اللي أنا أعطيه العمق بس تسمعوا كلمة عمق معناتها لون غامي بس نسمع كلمة بروز معناتها درجة الأغمى ونضيف إضاءة ولون فاتح شايفين الخطوط السودة اللي بالشفة السفلية هالأبنا نرجع نعيد عليها بريشة نظيفة يعني ريشة نفسها فينا نمسحة بمحرمة وتنضف ونعيد على هذا الأسود حتى ما يضل فيه عن الخطوط آسيا الخطوط الآسيا هي اللي بتقتول الرسم الواقعي بصير رسمنا كتير عادي وبعيد عن الواقعية حكولي بالتعليقات شو رأيكم بالفكرة وشو رأيكم بالرسم الأبيض والأسود بالزاتي إذا حبيته أو جربته وحكولي إذا حبيت نتابع بنفس الطريقة بالأبيض الأسود بالألوان الزيتية أو ننتقل للألوان نحن تقريبا رح نخلص هلأ خليني يقول أنه لسه في البورتري هات اللي عم بيشتغل عليه بدي يضف له لسه نواتمي تنزلون إن شاء الله في فيديو جاي وما تنسوا تعملوا لي شير وضيفوا لي بالتعليقات أي شي بيخطر ببالكن ويعطيكم العافية والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة